أول سامرة من سمار الفيروس ده اللي اكتاح العالم إن العالم كله دلوقتي اتحد في شيء واحد كيف يواجهه ويقاومه ويسعه لشفاء الناس من هذا المرض الخطير اللي بي اكتاح العالم كله فدي يعني زمان كان ده يتنافسه في الأسلحة يتنافسه في الاقتصاد دلوقتي اجتمعوا جميعاً نمرة واحد المعامل نمرة اتنين الناس كلها اقصاديين وغيره نمرة ثلاثة أنا حاس لكل دلوقتي بيلتج إلى الله لأنه لا معين لنا إلا الله في هذه المحنة ولذلك هنرجع للمزمور خمسة واربعين في الأجبية في صلاة الساعة الثالثة إلهنا ملجأنا وقوتنا معيننا في شدائدنا التي أصابتنا جداً لذلك لا نخشى إذا تزازعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار إلى آخر مزمور حقيقة مزمور رائع جداً ياريت كلنا نقوله الصبح ونقول رفعت عيناي الجبال بعد الظهر المزمورين دول لما نركز فيهم ونحفظهم ونرددهم باستمرار لهم تأثير يبقى النقطة الأولى اتحاد العالم كله في مواجهة هذا المرض الخطير نمر اتنين إدى فرصة للأسر اللي بتجتمع زمان قبل المرض ده أو قبل الفيروس كان ده مشغول هنا وده مشغول هنا والأولاد مشغول في المدارسة والمشغول المصحاب والمشغول دلوقتي كلهم عاديين في البيت نعمل في البيت نمر واحد نكلم بعض ما كناش بنكلم بعض الأول كان كل واحد مع ناسه برا يعودوا برا يتصرفوا يعودوا في أماكن كثيرة لكن دلوقتي عاديين مع بعض في البيت نعمل ايه نكلم بعض نعرف بعض نقرب من بعض صدقوني اعتقد فيه ناس اقول ايه ان ما كنتش عارف انت يا حبيبي حلو او كده وجايز الابني يقول لبابا يا ده انا اكتشفت فيك حاجات حلوة ما كنتش عارفها والأب يقول لأولاده انا لقيت فيكو حاجات جميلة اوي اوي يعني الاول الاسرة مع بعضيا ثانيا وإحنا عادينا نعمل ايه عندنا كتاب بؤدس عندنا صلاة عندنا ترانيم عندنا الحال عندنا خنوات تلفزيونية نتابع فيها امور تفسير الكتاب قصص قديسين مواقف زي كده حصلت والناس تغلبت عليها ازاي اهو فرصة يبقى اكتماعنا مع بعض واكتماعنا في حضرة ربنا لما نقعد نقرأ الكتاب بس ياريت بقى الاول كنا نسأل واحد عندك وقت تقرأ الكتاب يقول لك ما عنديش لا عندك دلوقتي وقت فمش بس تقرأه اقرأه ادرسه تأمل فيه دي الفرصة الجميلة اللي ربنا ادهلنا من بركة هذا الفيروس الخطير الذي يصيب العالم كله وفرصة تانية نلتجئ لله ما فيش حاجة الهنا ملجأنا ومعيننا ما مناش حد تاني لا العلم ادر يتغلب عليه ولا حد ادر يتغلب عليه يبقى ازا الهنا الوحيد هو الذي نلتجئ عليه في الشدة ودي مش اول مرة تحصل في العالم بس المرة دي لان الميديا بقى تعلن البلد دي فيها كذا مصاب كذا واحد انتقل كذا واحد شوفي كذا واحد يعني ابتدت تعلن كل البلد تعلن بالشفافية بس لقينا ان الموضوع مش سهل والحقيقة في دول خدت قرارات بحظر التجوال حظر التجمعات واحنا بنشكر ربنا الكنيسة على رئيسها ورئيسنا جميعا قدست البابا الابا تدروس تاني مع اللجنة الدائمة اللي هي تمثل مجمع كله خدوا هذا القرر بحكمة نمر واحد فرصة نقعد في البيت نمر اتنين يبقى نشتاء للكنيسة بعد كده ما احنا كان الكنيسة بتتفتح كم واحد بيروح يحضر لكن دلوقتي نسول امتى تتفتح واول ما تفتح ان شاء الله ببركة صلواتكم ترجع الامور تانية حاجة تانية الفيروس ده يقاوم بالشجاعة وعندنا ايات في الكتاب مقدس محروف لا تخف دي 365 مرة ربنا بيقول لنا انا هو لا تخاف ما نخافش الشجاعة بتضي قوة لجهاز المناع ان الواحد يقاوم الفيروس يقاوم جميع الامراض تحضرني قصة صغيرة حصلت مع كاهن كان راح يزرع كبد في امريكا وبعدين كنت بزوره المهم بعد ما عمل عملية الدكتورة قابلتني قالت لي الكاهن ده يحب الحياة بيقاوم الموت نفس اليوم اتعمل عملية الواحد تاني امريكاني تاني يوم مات قالت ابونا ده ليه شهر بيقاوم الموت مع انه فاقد الوعي لكن جواه عاوز يعيش فاللي عاوز ينتصر على المرض او الفيروس مية في المية جهاز المناع بتاعته يقول ايه لازم اقاوم لازم ادافع لازم اشتغل صح واشتغل صح مع الاحتياطات اللي ربنا قلنا عليها لان الكتاب بيقول السيد المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى يبقى المريض يسمع كلام الطبيب الطبيب يقول له اغسل ايديك حاضر ما تمسكش حد يتسلم على حد حاضر ما فيش قبلهات مشي الحاجات دي كلها احترس خد بالك خد المواد الغذائية الفلانية اللي تساعدك على مقاومة الفيروس ابتعد على اللقاءات ابتعد على التجمعات دي نقول حاضر الدولة تقول اعملوا كذا ما تعملوش كذا دي يعمل حاضر تجول في يوم الايام لازم نقول حاضر ليه لانها بتعمل في وصلحتنا ونفس الكتاب بيقول لتغضع كل نفس الرئاسات والسلطان لانه ليس سلطان الا من الله فلابد نقضع ولابد نقضع لتنبيهات الكنيسة ما الكنيسة برضو بتقول كده وبعدين نقول فرصة اللي بتعمل درس احد نشكر الله اهو فيه دروس يومية بتتزاعد في قناة كوجي وبرضو فيه دروس يومية في جميع القنوات عشان ما فقدناش العلاقة اللي بيننا وبين الكنيسة وبين الخدام وبين الكنيسة وبين الكهنة وبين الشعب نشكر الله ان دي ربنا سامح بيها عشان يدينا فرصة نلتقي بربنا في بيوتنا بربنا في الكتاب المقدس نلتقي مع بعضينا في جلسات اجتماعية جميلة نعيش مع بعضينا ونعرف بعض اكتر ربنا يدي هذه الفرصة لنا ويزيح هذه الغمة ويزيح الفيروس مش بس من الشعب هنا في مصر ولا شعب مصر كلها لا العالم كله لان العالم كله بيشكو بيلتج الى الله صدقونا نواسق ان حتى البلاد التي لا تؤمن بالله ابتدتقول يا رب انقذنا اشتركوا في القناة